السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم شباب عمليا. اتمنى تكونوا بخير. خاربنا نبدأ به الكلام الصلاة على سيدنا محمد عليها. افضل الصلاة والسلام. قبل بس ما نبدأ في اي حاجة ضروري نفتكر اخواتنا في غزة يا جماعة واللي حصل لهم في الرفح في الفترة اللي فاتت. ونهدأ قوليهم بصلاح الحال والتيسير بازن الله. النهاردة يا جماعة انا هعمل لكم شرح جديد بازن الله الموقع كوين بيو. الموقع عشر دولار او حداشر دولار حاجة زي كده بازن الله برضو. الموقع يا جماعة الرفح فيه كويس جدا ولكن بس احابة اوضح ازاي ان انت تكدع تحقق منه ارباح كويسة. عشان في ناس كلمتني في النقطة دي تقيت لي ايه يا لأ انت الرفح في الموقع ده تقليل. يا جماعة انا لما شرحت الموقع قلتلكو الرفح فيه كويس. في حالة ان انتو لما تشتغلوا على كل حاجة فيه من ضمنها. الناس بقى بتشتغل على ان نقرع الاعلانات فقط لا غير وبتفكر ان هي كده هتحقق ربح كويس من الموقع ده مستحيل. انت عمرك ما هتحقق ربح كويس من موقع الا لما تشتغل على مع الحاجات التانية. والحاجة الاساسية اللي تقدر تحقق منها ربح كويس في الموقع. لكن مش هتشتغل على يبقى مفيش ربح كويس ويبقى مفيش ارباح تستحق العناق. ده اللي انا قلته في فيديو الشرح الصابق. الناس بقى يا معلم بتيجي لنقط معينة كده في الفيديو وتاخدها وتقوم رمية باقي كلام كده في الزبالة وتقول لك اه بص بقى يحيا بيقول لك ايه بص يحيا تغير ازاي. طب يبني ما تسمع الفيديو كامل وتسمع انا بقول ايه. ما تاخدش الجزء اللي يعجبك او اللي انت عايزه في الاخر تيجي تلوم علي. ليه لان انت كده ما بتبينش غير ان انت عندك حقدة جامش اكتر. اي حد مش صافي النية او مش سالك بيعمل نفس الحاجات اللي انتو بتعملوها ديات بالزبط وهو الناس ديات عارفة نفسها كويس. فانا ما بيهمنيش الناس ديات خالص على فكرة ولكن انا بحب اوضح للناس اللي بيحبونا ليه كومنتات ديات ساعات بيشوفوها عندنا في القناة. وزي ما انتو عارفين يا جماعة اي حد ناجح لازم ان يتحدف بالطوب. من اي حد بقى? فعشان كده احنا ما بنعرش الناس ديات اي اهتمام. وعشان ما طولش عليكو اكتر من كده. من تسوش اللايك المتين بتاعك. والسبسكرايب. شيرك لو بتشير. ويلا بينا اخش الفيديو على طول. طيب يا شباب اللي اتفرج على فيديو الشرح الخاص بينا عن موقع كوين باي يو. اللي احنا عاملينه من تسع شهور تقريبا او من اكتر من تسع شهور عارف ان الموقع حصل فيه تحديثات كتيرة جدا. تقدر تقول ان الموقع اتغير جزريا. قبل بس ما نبدأ يفضل ان انت تشوف الفيديوهات القديمة عشان تفهم الفرق بين الشرح القديم والجديد. الموقع عمل تحسنات ممتازة جدا. وفي نفس الوقت برضو ريح نفسه من حاجات تانية وشالها. طريقة التسجيل في الموقع بكل بساطة بتخش من لينك لفاصل فيديو تحت او اللي انا سايبه لك في اول كومنته وبتكتب الايميل بتاعك وبعد كده الباسورد والباسورد مرة تانية يمعلم وتدوس اي اجري من هنا وتدوس على كلمة رجيستر. ولو عايز تريح دماغك من كل الموضوع ده تمكن تسجل على طول بحساب جوجل بتاعك. بعد تسجيل في الموقع يا معلم دي بتبقى الواجهة بتاعتنا زي ما انت ما شايف وجهة احترافية وحصل فيها تحديثات كتير جدا لغاية اما وصلت للشكل الحالي يا شباب. زي ما انت ما شايف انا معي سبعتاشر الف نقطة. السبعتاشر الف نقطة دول لو دوسنا هنا على البروفايل من الجنب هتلاقي في حاجة مكتوبة اسمها شو يو اس دي ده معناها ان هو هيحول لك النقاط اللي كاسبها دي هتلاقي ربحي خاص بيك باليو اس دي او هيحسبه لك كربح خاص باليو اس دي. يعني بالدولار هتدوس هنا يا معلم هتلاقي حولك على انت معاك كم بالدولار. هتلاقي ان انا معي سبعتاشر دولار و تلاتين سنت تقريبا ودول اللي هنسحبهم مع بعضينا اسناء الفيديو. فدي حاجة جديدة يا جماعة الموقع ضيفها من قريب. قبل كده انت كنت اقل لنا ان طرق الربح في الموقع كتيرة. كان منها مشاهدة اليوتيوب وكان منها آآ اراية المقالات ونقرع الاعلانات والاوفرز والكلام الجميل ده. دلوقتي اصبحوا ايه? دلوقتي يا جماعة الربح من الموقع بيتلخص في تلات حاجات ملهمش رابع. اول حاجة وهي ان نقرع الاعلانات والنقرع الاعلانات دلوقتي اصبح بينقسم لشقين حاجة اسمها وحاجة اسمها يا معلم هي الاعلانات اللي بتفتح معاك في تاب جديدة زي ما انت ما هتشوف معايا كده يا معلم. بس طبعا بيجيب لك الاشعار دوت قبل ما تبدأ ان انت تخش في الاعلان لازم ان تحدد الدولة اللي بتخش منها وضروري ان انت ما تفبركش حاجة لازم ان تختار الدولة الصحيحة الخاصة بي. فانا هنا بخش من مصر فهقتله مصر من هنا ودوس عاكمة confirm بعدها ادوس عاكمة confirm مرة تانية هتلاقيه بيقول لي تمام هدوس عاكمة view ads now وابدأ ان انا افتح اللينك مرة تانية من هنا هتلاقيه بدأ ان هو يحمل معايا وهتلاقي عداد بدأ ان هو يفتح في السايت من هنا زي ما انت ما شايف اهو تسعة وعشرين سبعة وعشرين ستة وعشرين وهفضل في الصفحة هنا يا جماعة منتظر لغاية ما العداد ده يخلص. الميزة في النوع بتاع الفريملس ads دقات يا شباب ان انت تقدر تفتح اي تاب من الموقع من هنا يعني مسلا اخوش في اليوتيوب اهو اتصفح او اعمل اللي انا عايزه اقدر ان انا افتح موقع تاني على سبيل المسال موقع يو ان يو واشتغل عليه وانا بعمل التسقط بتاعة يعني دلوقتي بعمل الاعلانات الخاصة بكوين بي يو وفي نفس الوقت انا اشغال اهو يا جماعة. على موقع يو ان يو عادي بعمل مهمات. فيبقا انا كده شغال من نحيتين وبكسب من نحيتين ان انا شغال على موقع تاني. وفي نفس الوقت بكسب من واقرع الاعلانات في الموقع بتاع كوين بي يو فضربت عصفورين بحجم بمعنى اول طبعا ما العدد يخلص زي ما انت ما شايفهو كده يا شباب بكل بساطة هتبدأ انت تيجي على الموقع هيقول لك كده انا كسبت تلات بوينتات بعد كده هبدأ ان انا الغي السايت ده تماما كده اقفله وابدأ ان انا اخش في اللي بعده وهكذا بقى يا جماعة بفضل انقر على الاعلانات لغاية اما تخلص انت يوميا بيبقى ليك حوالي ستة وعشرين او تلاتين اعلان فريملس مبتتخطاش العدد دوت يا شباب طيب يا ام يحيا في سؤال مهم هل النقاط دي تستحق العناء دوت اقولك ايوه يا جماعة الموقع اساسا طور من الاسعار بتاعته والاسعار بتاعته دلوقتي تحسنت جدا يعني على سبيل المسال عندك التلات بوينتات دول يا جماعة بيساوي zero point zero zero تلاتة ودي حاجة كويسة انت بتاخدها بمجرد ان انت تنكر على اعلان واحد بس يعني الوينتاية الوحدة بتساوي zero point zero zero واحد يعني لو انت حبيت في الموقع تشتغل على اللي هي الفريملس اد والفريمد اد اللي انا هشرح لك كمان شوية ولا نفرد ان انت هتجمع مية نقطة بس انا مش هقولك الف ولا الفين ولا ارقام خيالية خالص انا هقولك ان انت هتجمع مية فانت اضرب المية دول في الرقم اللي انا هتطولك قدامك دوت يا معلم ده معناه ان انت هتعمل كل يوم من النقر على الاعلانات فقط لغير اللي هتقدر تخلصها في عشر دايق ولا في ربع ساعة بالكتير عشر سن يعني انت هتكسب عشر سنت من غير ما تتعب في اي حاجة تماما. ده لو انت مش عايز تشتغل على اي حاجة تاني في الموقع غير ان نقرع الاعناق. فده تحديث كبير جدا الموقع عمله وانا في صراحة ارفع له قبعة عليه. طيب احنا كده شرحنا الفريمليس اد. تعالوا نشرح الفريم دي اد من هنا يا جماعة. لو دخلنا عليها هتلاقي ان الفريم دي اد دي مختلفة حبة. لو دخلنا على كده على اي اد من الادز دول. هتلاقي ان انت لازم تفضل في الصفحة بتاعة الاد. يعني لو انت روحت في صفحة تانية مثلا لو انا فتحت كده موقع هتلاقي اني مفيش عدات بيعد ومفيش حاجة بتعد والشريت اللي هنا اللي بيمشي دوة توقف. اول ما ترجع للصفحة اللي انت المفروض تفضل فيها هتلاقي الشريت بيمشي هو قدامك يا شباب. فللأسف الفريم دي ادز ديت لازم ان تبقى جوه الصفحة زي ما انت ما شايف كده عشان تكسب المبلغ بتاعك اديني خط تلاتة بوينت هو يا جماعة لما خلصت الاعلان دوت. طبعا بقفله كده بعد ما خلص وابدأ ان انا اخش على اللي بعد يا جماعة زي ما انت شايفين هيبدأ ان هو الشريت يمشي برضو. كل شريت طبعا بيبقى ليه عدد ثواني معينة بيقعدها يا جماعة على حسب سعر التسك بتاعتك. يعني مسلا هنا عندك التسك ديت او النقرة ديت يا جماعة بتساوي اتنين بوينت تلاتة. فبالتالي مش هتقعد خمستاشر ثانية في الصفحة زي قبل كده لأ هتقعد هنا عشر ثواني فقط لغير لان هنا بيعرض لك القيمة بتاعة النقرة وبيعرض لك المدة اللي هتقعدها في الصفحة الدين. فانا هنا هقعد عشر ثواني فقط لغير فلو انا فضلت هنا يا جماعة كده انا بيعدي قدامك اهو عشر ثواني وهياخد الفلوس عادي جدا. اهو يا جماعة كده خلاص خلص. هبدأ ان انا ارجع للسايت هلاقي الفلوس خدتها عادي جدا شباب وابدأ ان انا اقفل التاب من هنا. فده الفرق يا شباب بين وفريم دي اد. ان انت محتاج ان انت تفضل في الصفحة. الفريم دي اد مش محتاج ان انت تفضل في الصفحة. فالموقع عدل على عدد البوينتات الخاصة بيه وزود سعر النقرات. طيب لو جينا دلوقتي بقى نخش للطريقة الرئيسية للربح في الموقع وهي الربح عن طريق الوفر زي يا شباب دلوقتي. تقول للطريقة الرئيسية اقول لك ايوة لان موقع كوين بيو دلوقتي معتمد اعتماد كله على الربح من الوفر يا جماعة دوت الربح اللي هيحقق لك عائد مد كبير. كل عليك ان انت بتيجي عند كلمة من هنا وتختار يا معلم هل انت اندرويد ولا ايزو ولا ديسكتوب. فانت لو حاب ان انت العروض الخاصة بالاندرويد والديسكتوب بس اللي يظهروا لك. ابدأ ان انت الغي العلامة الخاصة بالآي او اس. انا مش عارف يا ليه معلقة معي ايزو فلو سمعت ايزو في الريديو ما تقلقش. هيبدأ ان هو يعرض لك العروض الخاصة بالاندرويد وبالكمبيوتر فقط لغير. وهنا نفرض ان انت عجبك عرض من العروض ديت على سبيل المثال بتاع العربية دوت الشباب هتخش فيه كده بكل بساطة هتلاقي الشروط الخاصة بالعرض دوت. بكل بساطة هو هنا بيقول لك ابدأ ان انت نزل التطبيق الخاص بالاندرويد دوت او الخاص باللعبة ديت. وافضل ان انت العب وعلى في الليفلات وهتوصل لغاية ستلاف متين تلاتة وخمسين نقطة. على حسب كل بتوصله. يعني زي ما اتم شايف هنا اول ما توصل ميت مت. هتاخد سبع عملات. لو وصلت امتين متر هتاخد تلاتة وتلاتين عملة. لو وصلت الربعميت متر هتاخد خمسة وتمين عملة. لو وصلت السبعموميت متر هتاخد خمسمائة واحد. لو وصلت الالف هتاخد الفين خمسمائة وتلاتة. وهكذا بقى الى ما لنها يا شباب. وزي ما انتم شايف هنا العروض الخاصة بالموقع ممتازة جدا. ليه? لان هي ما بتطلبش منك ان انت تشتري اي حاجة من داخل التطبيق. لأ هي بتطلب منك ان انت تلعب على اللعبة وتوصل لليفرات عالية مش اكتر من كده. طبعا كل عرض من العروض ديت بيبقى تبع شركة معينة بيبقى هنا كاتب لك هنا الشركة الخاصة بالعرض. كل اللي عليك ان انت هتدوس على كاملة من هنا هيبدأ ان هو يعرض لك الكيو ار كود دوت. هتبدأ ان انت تجيب التليفون بتاعك وتمسح الكيو ار كود دوت يا معلم بمسح الكيو ار كود اللي موجود في التليفون بتاعك. تلقائي هيبدأ ان هو يحولك على لينك. اللينك دوت هيحولك على جوجل بلاي عشان تحمل التطبيق. تقولي طب انا مخشش من جوجل بلاي مباشرة ليه واحمل التطبيق بالنفسي. اقولك لان انت كده مش هتبقى دخلت من لينك الاحالة الخاص بالموقع. لان كيو ار كود دوت بيحتوي على لينك الاحالة الخاص بالاوفر دوت بالنسبة للموقع. فاول ما تخش من اللينك دوت يا جماعة او كيو ار كود دوت الموقع بيقدر يتعرف ان انت حملت اللعبة ديت من خلاله. فبالتالي لما تعلم بالليفلات هو بيبقى عارف ان انت عليت بالليفلات فبالتالي بيديك النقاط اللي هو وعدك بيها. لو عملت حاجة غير كده بقى ما تلومش اللي نفسك لان انت مش تكسب اي حاجة. ولو رجعنا كده يا شباب هتلاقي ان هو هنا بيقولك ان الافرات ديت بينزل الربح بتاعها في خلال 24 ساعة. بس ضروري ان انت تكون محملتش اللعبة ديت قبل كده. ومعظم الافرات هتلاقيها حطالك الشرط دوت ان انت تكون اول مرة محمل التطبيق. فحرفين الموقع اشترك مع شركات عن لاقة في موضوع الريح من الافرز دوت يا شباب. ولو رجعنا كده كمان هتلاقي الشركات اللي هو مشترك فيها تحت هنا في خانة الافر وولز. حرفين هو مشترك مع كل الشركات اللي موجودة في الدنيا. وبيعرض لك هنا في خانة الافر لتحت ديت يا جماعة الناس اللي كذبت من ارباح الافرات. وتقدر من خلالها هنا تعرف الشركات اللي الناس بتشتغل عليها كتير. وبتشوف كمان الارباح اللي الناس حققتها. كل دوت بيشجعك وبيساعدك ان انت تشتغل. زيد على كده بقى ان هو هنا ضف لك بعض الشركات الجديدة في الربح من الاستطلاقات. اهمهم واكبرهم هي شركة سي بي اكس الريسيرش يا شباب. ودي افضل شركة لمفضلها. فلو انت حاب ان انت تشتغل على الاستطلاعات برضو. وتقدر ان انت تخش هنا وتملى البروفايل زي ما احنا ما مليناه في فيديو التركات الخاص بنا في القناة. بالنسبة للربح من الاستطلاعات. وتقدر ان انت تشتغل على الاستطلاعات هنا في الموقع عادي جدا. طبعا نسيبك بقى من كل الكلام دوت. احنا دلوقتي يعرفنا الطريقة الراسية للربح اللي هي الاوفر ويعرفنا الطريقة الفرعية اللي هي نقرع الاعلانات. نيجي بقى للطريقة التالتة والاخيرة للربح يا جماعة وهي الربح عن طريق احالات. لو جينا على افليات من هنا ودوسنا على كلمة برومو ماتيريال هتلاقي ان هو ادى كود الاحالة بتاعك او لينك الاحالة بتاعك بتاخده كوبيه من هنا وتبدأ ان انت تنشره لصحابه. الموقع بيديك نسبة ربح خمسة في المية يا شباب على كل احالة بتجيبها. يعني زي ما انتم شايفة هو بيقولك ان احنا بنتديك خمسة في المية على كل واحد بتجيبه لنا يشتغل في الموقع. لو الشخص مسلا انت جبته وكسب مية نقطة فانت بتكسب من المية نقطة دول خمس نقاط. وهكزا بقى يا شباب لو كسب الف نقطة فانت بتكسب خمسين نقطة من النقاط. طبعا الخمسين نقطة دول بيساوي حوالي خمسة سنة. فطريقة الريح من احنات في الموقع انا شايفها مجزية بصراحة وممتازة. ده للناس اللي حابة ان هي تشتغل عليها. نيجي بقى يا جماعة لطرق السحب في الموقع لازمة تيجي على خانة البروفايل من هنا وتربط المحفظة اللي انت حابب تسحب بيها. هتربطها من هنا هتربطها من خالة الولد من هنا يا شباب ودي من احسن التعديسات برضو اللي حصلت في الموقع. ان انت تقدر ان انت تدوس على علامة الالم من هنا وتغير اي محفظة انت رابطها او تغير في اي حاجة وتعدل في اي حاجة انت حاببها وتضيف اي حاجة انت حاببها. زيد على كده ان الموقع زود بعض الطرق السحب جديدة وقلل الرسوم على طرق السحب الاخرى وفيه بعض الطرق اللي لغى عليها الرسوم تماما وهنسحب النهاردة بازن الله على طريقة جديدة اسناء الفيديو. فزي ما انت بشايف دي كلها طرق للسحب بتقدر ان انت تسحب عن طريق البيتكوين البايير الدوكوين الفوسد بيي اللايتكوين البوليجون عندك اليو اس دي سي عندك كل العملات الممكنة في الحياة. كل اللي عليك ان انت بتيجي تختار الطريقة اللي هتسحب عليها طبعا الرابط البايير زي ما انتوا شايفين. انا طبعا النهاردة هسحب لكم على طريقة جديدة وهي اللايتكوين فهبدأ ان انا اربط محفظة اللايتكوين بتاعتي. بعد ما تختار اللايتكوين من هنا هتيجي عند خانة الادرس وتجيب الادرس وتحطه هنا يا شباب. طب تجيب الادرس ده وتمنين عندك اي محفظة الكترونية بتدعم العملات الرقمية سواء باينونس بنج اكس آآ بيترو فوسد بي اي محفظة يا شباب. اديني فتحت باينونس هو هبدأ ان اختار الالتي سي من هنا وضرورية طبعا ان انا اجي عند النيتورك واختار النيتورك تكون اللي هي التي سي اللي هو اول خيار. هيظهر للعنوان اللي انا اسحب عليه. هبدأ ان انا اخده كوبي من هنا. وابدأ ان انا حطه له هنا يا شباب. وادوس على كاملة نيكست. هتلاقيه بدأ ان هو يحفظ معايا العنوان ولكن هيبعتلي طبعا كود على الايميل اللي انا مسجل بيه في الموقع. اول ما افتح الايميل دوت. هاخد الكود كده يا شباب بكل بساطة. واحطه هنا. وادوس على كلمة ويبقى انا كده اكدت طريقة الدفع ديت. لو جيت دخلت عليها مرة تانية هتلاقي ان اللايت كوين والعلوان اللي انا حطيته موجود. كده خلاص تمام تمام هاجي على كلمة من هنا. وادوس على كلمة طبعا انا عندي طريقتين للسحب. الموقع ضيفون جداد. اول طريقة دي مش جديدة وهي السحب عن طريق العملات الرقمية. اللي هو انا لسه رابط المحفظة بتاعتي عليها. سواء البايير او اللايت كوين او اي طريقة انا حابة اسحب عليها. طب الطريقة التانية ديت يا يحيا هي عبارة عن ايه? عبارة عن جيفت كاردز لو دخلنا عليها من هنا يا شباب. هتلاقي ان انت تقدر تشتريها عادي جدا سواء ان انت تشتري فيزا افتراضية بقيمة خمسة دولار لو انت حابب. او سواء ان انت تشحن شدات في باب جي او ان انت تشتري اي حاجة في اي موقع من المواقع اللي موجودة هنا او الجيفت كاردز اللي موجودة هنا بتشتريها بالنقاط اللي معاك في الموقع عادي جدا. فدي حاجة مميزة وجديدة برضو على الموقع يا شباب لسه ضايفة من قريب. فهبدأ ان انا دوس عاكمة وزدرو من هنا واختار الكريبتو لان انا حابة ان انا اسحب على الايت كوين زي ما قلتلكم. واجي هنا عند تشوز وزدرو والمسود واختار الايت كوين. هتلاقي العنوان اللي احنا رابطينه موجود زي الفل تمام تمام. هبدأ ان انا بكل بساطة اجي عند وعشان اسحبها كلها هبدأ ان اخدها كده كوبي واكتبها تحت هنا يا شباب. هتلاقي ان القيمة ديت بتساوي زيرو بوينت اتنين زيرو ستة اربعة ستة من اللايت كوين. فلو انت ملاحظ هتلاقي انت هنا هي زيرو. فبالتالي عملة معليهاش اي رسوم سحب زيها زي بير بالزبط. ودي حاجة جديدة في الموقع. الموقع كان مخلي ان مفيش اي رسوم للسحب على البير فقط لغير. ولكن اي طريقة دفع تانية كان بيبقى عليها رسوم لازم ان تدفعها. يعني لو جينا دخلنا على يو اس دي تي ارسي عشرين من هنا. هتلاقي ان انت هتدفع نص دلار رسوم. اما بالنسبة للبير واللايت كوين فاصبح دلوقتي الموضوع ملغي تماما من الرسوم. وتحديدا اللي هو الحاجة الجديدة اللي ملغيها من الرسوم. فابدأ اننا هنا هحط له الكمية. واتأكد كويس جدا ان الكمية ديت هي فعلا بتساوي الرقم دوت من الدولارات. فلو تجيت هنا ودست على كلمة شو يو اس دي من هنا هيبدأ ان هو يقول ان انا معي سبعتاشر دولار وتلاتين سن. هبدأ ان انا اخد الكمية ديت كوبي من هنا يا شباب وافتح السايت بتاع جوجل. وهتأكد ان الكمية ديت من بتساوي المبلغ اللي انا هسحبه اللي هو سبعتاشر دولار وخمسة وتلاتين سن. فبالتالي كده الدنيا تمام. وفعلا انا كده بسحب بدون اي رسوم. يعني الموقع ما يجدبش علي في حاجة. فكل اللي عليها هدوس على كلمة من هنا. هيبدأ ان هو يقول لي انت حايا بتسحب على المحفظة ديت. هقول له من مرة تانية. هيبدأ ان هو يقول لي تمام التمام اللي تسحبه هيوصلك في خلال يومين. ودي برضو من احد تحديثات الموقع. ان هو كان بيديك فترة بعيدة. كان بيديك فترة اسبوع. دلوقتي اصبح بحد اقصى يومين. والفلوس بتوصلك على الحساب بتاعك. طبعا دي مش اول سحبة لنا من الموقع. احنا سحبين كزا مرة زي ما انتم شايفين على محفظة البير قبل كده. فانا بصراحة احيي الموقع على التحديثات الجديدة اللي هو عملها. وهننتظر وصول السحب يا شباب. ونرجع لكم تاني. احنا طلبنا السحب هو بتاريخ خمسة ستة الفين اربعة وعشرين. هنشوف هيوصل لنا امتى على محفظة باينونس. طيب يا شباب احنا حرفين ما كملناش ساعتين. ولقينا اشعار جلنا على ان الفلوس وصلت من حتى بتاع العملية هو كل حاجة زي الفل. ولو فتحت معاكم هتلاقي ان العملية كومبيليت ده يا شباب نفس الكمية اللي هو ايه اللي عليها الموقع انه هيبعدها. بتاريخ خمسة ستة الفين وعشرين زي ما قلت لكم هو ممرش اكتر من ساعتين. فبالتالي زي ما قلت لكم التحديث الاخير ده اترفع من سرعة عملية الدفع في الموقع. فمواقع كوين بي انا شايفه خيار ممتاز جدا بالنسبة للمواقع الصدقة اللي انت حابب تشتغل عليها في وفي النقرات او الربح من النقرات. في مواقع كتيرة طبعا في القناة ممكن تبقى احسن منه كعائد زي مثلا وزي موقع كيو كومنت اللي قفل حاليا وزي وغيرها من المواقع اللي احنا بنشرحها في القناة. ولكن لو انت عايز تشتغل على الربح من النقر على الاعلانات فخلي الخيار الاول ليك هو ولو حابب تشتغل على في خلي احسن خيارين قدامك او احسن ثلاث خيارات قدامك هو كوين بيو وفري كاش ويرل نت يا شبابي. الثلاث مواقع دول هم احسن ثلاث مواقع للريح من الوف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وانتسوش اللايك الماتين بتاعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.